للتحفظ لانا كنت بقوله من شوية ان خبرة والد سليمان في المطشاط الافريقية اكتر من خبرة الشيخ وبعدين الشيخ لسه جاي من المقصة عايز بس اتكلم على الشيخ بس وعندين هكامل لك كلامي ويريت ما يزعلش من يعني او الكلام ده في مصلحته الشيخ في المقصة غير النادي الاهلي النادي الاهلي غير المقصة مطشاط النادي الاهلي افريقيا بطولة كاس دوري كل ده مختلف وليد سليمان عبدالله السعيد صالح جمعة كانوا جايين النادي الاهلي بيلعبوا نفس طريقة الشيخ بيهاجموا بس دلوقتي الكابتن حسين موظفهم كويس جدا بيقدر يستغلوهم في الدفاع والارتداد السريع بالنواحة الدفاعية الشيخ لو ما عملش دي يعني عايز اقولك نسبة مشاركته في المباريات هتبقى ضعيفة قوي ليه ان وليد بيعملها كويس جدا مؤمن سليمان دلوقتي بيعملها كويس جدا اجايب بيعملها كويس جدا عبدالله السعيد حتى صالح جمعة صالح جمعة لما ابتدى يزود النواحة الدفاعية كوبر خده المنتخب فدي كابتن حسين بيقدر يعالجها وبيقدر ان هو يعملها بشكل كويس جدا ده بالنسبة لأحمد الشيخ التغييرات اللي كابتن حسين عملها يعني معظمها ايجابية ان انا شايف طبعا